بسم الله الرحمن الرحيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فألو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزوره عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا ومرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسة ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ونمرقت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءنوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فادعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها وأزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجهكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة ما غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولدوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربين أقرب من هذا رشدا ونبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبثوه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه لا تشرك في حكمه أحدا واتل ما أمحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعا وكان أموه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنوا ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كذنه ليشهل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيعوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدد تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله وأنا أكثر منك باله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله وأكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن ما هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زنقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا ووحيط بثموره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثلا حياة الدنيا كباء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تدروم الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرقوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بس زعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم نوبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد اصرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل وكأن الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا ولدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا زرآ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت هداه إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوا وفي آذان الموقرا وإن تدعوا إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفوض الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينه ما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا مصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحرور وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغا فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركدا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتنه قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسي لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا ما فرججا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئتنا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما ضغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قرما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنا قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقضل له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعلنا من دونها سترا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فأن نجعلنك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سابين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا منجمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم الكافرين مزنا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزنا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا